تابعا لأخبار فريق كرة القدم بنادي إيزة مالك هنروح لفريرة طبعا المدير الفني لنادي إيزة مالك اللي تحفظ على التعاقد مع شام صلاحة الظاهير الأيمن لفريق الاتحاد السكنداري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد أن تابع اللعب خلال المباريات الماضية ومن ضمنها مواجهة الزمالك والاتحاد السكنداري التي حسمها الفريق الأبد لصالحه مقابل هدفين نظيفين وإنه وفريرة طبعا بيتكلم عن إمكانيات اللعب الفنية والبدنية إنها ممكن ما يكونش يعني محتاجها أوي نادي إيزة مالك أو بمعنى صح محتاج إنه يكون عنده حد أعلى كمان وهو طبعا إن مستوى الفني اللعب لا يختلف كثيرا عن السناء المتواجد يعني هو بيتكلم إنه هو مستوى جاي جدا طبعا ولكن هو عنده اتنين في نفس المستوى حازم إمام وحمدى الماثلوسي وبذلك بيعد بقى إنه عرض مسؤولي نادي إيزة مالك على الجهاز فإنه طبعا التعاقد مع الشمس ألاح ليه تدعين الجبهة اليومية اللي بتمثل طغرة واضحة في صخوف نادي إيزة مالك فريرة دايما عنده تصريحات برضو في حدقة التعاقد المحلي هو مش شغل باله أو محليا هو اللي شغله حاليا زي ما احنا اتكلمني كان في الحلقة السابقة على التعاقد مع لاعب يكون أجنبي أو أفريقي بمعنى أصح سوبر قوي في الحتة الهجومية هو شغله داني إن الدوريات الأخرى كانت انتهت فعلياتها أو فيها إن بتختم فعلياتها فابونان عليه حابب إنه هو يلحق يقتنس إحدى هذه الصفاقات خليني أتكلم كم معاكو إن فريرة بيدرس الاستعانة بقى في المرحلة القادمة عبد رازق شكبالة يكون موجود داخل المصحط الأخضر مرة تانية في مركز صانع العب بدلا من يوسف أوباما اللي تراجع مستوى الفترة الأخيرة وتحديدا بعد أن تولى المدير الفني مهمة القيادة الفنية للفريق خالفا للفرنسي باتريس كارترور من منتظر أن يدفع المدير الفني بيشكبالة في مركز صانع العب بدلا من أوباما بداية تمام مباراة أسوان المقرر أقامتها يوم الاثنين المقبل في نصف نهاية بطول الكأس مصر نسخة الموسم الماضي عشرين واحد وعشرين وغبش كبالة عم مبارتين الزمالك الماضية أمام إنبيو وطلع الجيش بسبب الإصابة والخسر فيهم الزمالك المبارتين على التوالي وهو الأمر اللي أصار سلبية على أداء ونتيجة الفريق في بطولة الدوري الممتاز وفي إطار الاستعدادات لمباراة أسوان في ريرة كمان أنا عايز أقول لكم فيها زي ما احنا قلنا مباراة كان فيه سلاسي هو بيفكر أنه هو رياح كان من ضمنهم أوباما بس بديل أماما هو شيكبالة في شيكبالة أكيد لما يبقى متواجد بيبقى فيه شكل مختلف شكل كبير جدا لنادي الزمالك كمان عقد جلسة مع اللاعبين طلبهم بضرورة التركيز في المباراة دي وعدم التهاون لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار لتحقيق البطولات دايما مباراة الكاس هي صاحبة المفاجآت وهي ليست لها أي معايير مهما كان الفريق كبير وله تاريخ بتلاقي في بعض الأحيان فرق سهارة جدا يعني طموحاتها الكبيرة جدا بتخليه يوصل أن هو يعمل مفاجأ أمام الفرق الكبيرة جدا وخاصة أن أسوان فريق كبير أيضا وعاد مرة تانية للدور الممتاز فعنده معنويات كبيرة جدا يقدر يقابل بيها نادي الزمالك هو داخل هذه المباراة حيصعب الأمور بالتأكيد على نادي الزمالك اللي محتاج أنه ياخد فوز في التوقيت ده معنوي في ظل النتيجة النتائج اللي سلبية لحد ما فيه الأويناء الأخيرة ليه فمحتاج مرة تانية بفرير أنه يرجع نغمة الانتصارات على حساب أسوان ولكن مباراة بالتأكيد من عيارة فقيل ما بين أندي نادين كبار جدا سواء زمالك وأسوان وكمان أسوان اللي عنده تمحق كبيرة جدا وفرحة كبيرة بعد عودته وبنهنيه ليه عودته مرة تانية للدور الممتاز